تقدم التنسيق والتخادم بين تنظيمي القاعدة والحثيين في اليمن في ظل فوضى عسكرية غير مسبوقة تشهدها المنطقة فمع استمرار الهجمات في البحر الأحمر ترتفع وطيرة هجمات القاعدة على القوات الحكومية في محافظة أبيان في الأوينة الأخيرة حيث قتل وأصيب عدد من عناصر القوات الحكومية خلال هجوم شنته عناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة مساء ثلاثاء على مواقع عسكرية في مديرية موديا في محافظة أبيان جنوبية البلاد بحسب مصادر الحدث الهجوم الذي تم بقذائف صاروخية وأسلحة رشاشة على مواقع عسكرية تابع لقوات الحزام الأمني في ودي عمران صدته قوات الجيش حيث اندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر قوات الحزام الأمني بحسب مصادرنا وكانت محافظة أبيان شهدت الأحد الماضي مقتل قائد قوات الحزام الأمني في مديرية المحفظ حسين الرابط وعدد من مرافقيه خلال اشتباكات مع مسلحين اشتبه بأنهم ينتمون لتنظيم القاعدة وسبق ذلك هجوم بسيارة مفخخة كان يقودها انتحاري استهدفت ثكنة عسكرية تابعة لللواء الدعم والإسناد شرقي مديرية مودية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات يشار إلى أن قوات حكومية تنفذ حملة ضد تنظيم القاعدة في مناطق أبيان منذ أكثر من عام لكنها جوبهت حتى الآن بمقاومة شرسة من القاعدة الذي يرى محللون أنه يتمتع بحاضنة اجتماعية في أبيان وفي المحافظتين المجاورتين شبوى والبيضاء يضاف إلى ذلك علاقة التنسيق والتعاون بين القاعدة والحوثيين التي تكشف بعض فصولها مؤخرا ومن بينها تكشفت طبعا ومن بينها دعم الحوثيين للقاعدة بالأسلحة بما فيها المسيرات ويعتقد بتشكيل خلايا مشتركة لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة للمزيد ينضم إلينا من عدن سعيد الجماحي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة أهلا ومرحبا بك معنا سيد الجماحي يعني الحديث عن تخادم ما بين القاعدة والحوثي ليس مفاجئا وليس جديدا ربما المتغير طبيعة الاستهدافات طبيعة الدعم الإسناد من قبل الحوثي للقاعدة في أي سياق يمكن أن يفهم ذلك هو بالفعل التخادم أمر حاصل وإن كان التخادم هو أمر أيضا طبيعي فالقبهتان قبهة الحوثي وقبهة القاعدة لهما أهداف مشتركة تجاه الشرعية وتجاه الاستقرار في اليمن ولديهم أهداف أيضا وتطلعات خارجية من سيطرة السيطرة على اليمن تحت شعارات وتحت دولة إرهابية لكن أنا أعتقد أن أكثر من ذلك قبل أن نتحدث عن التخادم نتحدث عن الجبهة المقابلة لتنظيم القاعدة الجبهة المقابلة المعادية لتنظيم القاعدة لا زالت تتسم بالهشاشة هناك توظيف سياسي للعمل ضد تنظيم القاعدة بمعنى أن كل طرف من الأطراف التي تقاتل القاعدة يتهم الآخر بأن لديها أهداف ولديها أجندة تخدم القاعدة بمعنى أن نرى طرفا يقول أن تنظيم القاعدة إنما هو لديه ارتباط بتنظيمات سياسية كتنظيم معين دائما يذكر في السياق هذا يخلط الأوراق إضافة إلى حشاشة هذه الجبهة من خلال ما تم علانه مؤخرا بأن قائد مكافحة الإرهاب قائد فريق مكافحة الإرهاب يتهم بأنه بالفساد وأنه مطلوب جنائيا ويتهم بأن لديه قضايا من القتل وقضايا من الاختطاف تجعل مكافحة الإرهاب غير مكافحة لتنظيم القاعدة بما أنها منشغلة بالفساد ومنشغلة في تحقيق أهدافها الخاصة أكثر مما هي منشغلة سيد الجمحي ما تتحدث عنه وبدأت بالإجابة به بأنه أن يكون هناك علاقة ما بين الحوث والقاعدة ربما ليس مستغربا وهذا طبيعيا نظرا لطبيعة الظروف في اليمن والأهداف لكل الطرفين ولكن وفقا لإجابتك أيضا المستغرب على ما يبدو هي طريقة التعاطي والتصدي للقاعدة هل السبب يعود إلى عدم وجود وحدة صف من الأطراف المعنية في التعامل ووضع التصدي لتنظيم القاعدة هدفا واحدا للجميع بالضبط ليس هناك صفا واحدا هناك صفوف مختلفة بل متناقضة وربما تكون مختلفة اختلافا كليا بمعنى كما قلنا هناك توظيف سياسي لتنظيم القاعدة مما يساعد تنظيم القاعدة على معاودة نشاطه وعلى أن يكون يظهر بعد أن قد اختفى فترة من الزمن نحن رأينا أن تنظيم القاعدة ضرب في معاقله ويكاد أن يكون قد اختفى وتوارى لفترة من الزمن لم نرى له أعمال سوء أعمالا فردية وفجأة يظهر لنا بهذه الأعمال الكبيرة ويظهر لنا بهذه القوة بل يويت وعد ويظهر لنا أيضا بنشاط إعلامي هذا يؤكد أن القبهة المقابلة للتنظيم لا زالت قبهة هشة وأن كل الإعلانات التي تقال وكل الحملات هي حملات صورية لم تحقق نجاحا حقيقيا الواقع أن الذين يتعاملون مع التنظيم القاعدة منذ نشأته في التسعينات ومنذ إعلان عنه أنه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في 2009 حتى الآن لم يدركوا حقيقة التنظيم بمعنى أنهم يتعاملون معه وكأنهم يتعاملون مع طرف سياسي أو مع جماعة سوف تختفي وتتلاشى تنظيم القاعدة من خصائصي أنه ليس تنظيما سياسيا وليس جماعة يمكن القضاء عليها بسهولة هو أقرب ما يكون إلى فكرة بحال تكون هناك ظروف سياسية وظروف اقتصادية هشة لهذا البلد ينمو تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة يتخذ من كل خلل وكل نقائص خصومه سببا لظهوره وسببا لانتصاراته توقفت الاستقطاب لتنظيم القاعدة فترة من الزمن ولكني أعتقد أن في هذه الفترة سوف ينشط التنظيم في الاستقطاب وسوف يكون له مجال لقذب الكثير من الشباب فنرى أن التعليم متدهور ونرى أن الأعمال ليست هناك المناطق التي ربما يوجد فيها التنظيم أكثر من غيرها والحواضن الشعبية التي من الممكن يحفل بها في محافظات دون غيرها إلى أي حد فعلا هو يستغل هذا الموضوع التنظيم طبعا يستغل وجوده في معاقل محددة مثل أبيان نحن في مناطق مثل جيشان ووادي عمران وغيرها والوضيع وغيرها مناطق لازمتنا سنين ونسمع ظهور تنظيم القاعدة فيها فهذه المناطق أو هذه المديريات وربما هناك ظروف كانت تاريخية أدت إلى وقوعها لتنظيم القاعدة حجرت الكثير من أبنائها إلى أبغانستان ووجود قيادات قديمة في هذه المحافظات إضافة إلى وجود عوامل أخرى غدت تنظيم البكر المتطرف في هذه المحافظات بمعنى أن هناك تهميش لهذه المحافظات نجد أن محافظة أبيان وشبوة لا وجود لها سياسيا كما هو الوجود بالنسبة للمحافظات الأخرى هناك تهميش لكثير من أبنائها وهناك أنا لا أقول هذا من فراغ بل هذا هو الواقع هناك محافظات تكاد تكون هي المسيطرة على أزمة الحكم في وقت وزيحت الكثير من قيادات العسكرية والسياسية في محافظة أبيان هناك تهميش أيضا للقيادات كثيرة في محافظة أبيان وفي محافظة شبوة بالنسبة لمحافظة حضر موت لها خصائص استطعت أن تنقو من تنظيم القاعدة لظروف ذاتية بمعنى أنها بيئة طاردة للتنظيم لم يستطع التنظيم رغم أنه أقام فيها إمارة ولكنه لم يستطع أن يمكت فيها ولا وجودة للإمارات أو المخلفات بعكس بعض المحافظات الموضوع يعود إلى المكان والبيئة التي ينشط فيها هذا التنظيم شكرا جزيلا لك من عدن كنت معنا سعيد الجماحي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة شكرا جزيلا